خلينا نتكلم في هنا خلينا هنا الحاكمة ده راكلة مرمى ورجع للفار خروج الكرة من الملعب لابد أن تخرج بكاملها يعني الكرة لازم كلها تخرج عشان تحتسب أنها غضرة الخط والكرة كلها لازم تعدي خط المرمى عشان مثلا نحتسب هدف طب هل الكرة هنا خرجت ولا لا لأنه بعد كده الكرة استدمت بيد المدافع صحيح بس نقف عند الصورة دي هل هنا الكرة خرجت بكامل محيطها لو كرة ما خرجتش بكامل محيطها يبقى فيه راكلة جزاء ما يبقاش فيه راكلة مرمى لكن لو خرجت بكامل محيطها يبقى اللي سبق اللمس اليد هو خروج الكرة هو هنا جعل للفار وبالتأكيد في الفار فيه أجهزة وفيه جهاز تقنية خط المرمى هو اللي بيفصل الأمر بس أنت اللاقتة موعة بحاجة دعمك الحين لو عايز توقف لأوقف الصورة عند آخر لحظة لمس فيها اللاعب الكرة من الإعادة بتاعت الفار ونشوف هالكرة بالكامل كانت برة ولا لا ودي اللي نقف عندها عشان نقدر نحدد هنا صعب لنقول خرجت ولا لا لازم يكون الخط ده يعني احنا لازم نكون عمودي على الخط عشان نشوف خرجت ولا لا يعني من خلف الخط من خلف المرمى ما نقدرش نحكم أيوة من هنا نحكم من هنا بس هنا لغاية دلوقتي الكرة ما خرجتش لغاية دلوقتي ما خرجتش اللحظة الأخيرة دي اللحظة الأخيرة اللي تلعبت فيها الكرة أنا عندي شك كبير الحياة في أن الكرة خرجت ولا لا لكن احنا النهاردة بنتعامل مع أجهزة بنتعامل مع أجهزة الأجهزة دي زي أجهزة التلفزيون الجوة في الإديتور عندنا أجهاز بيرو عندنا أجهاز تقنيت خط مرمى الرجوع للفار هنا ما بيكونش للأراء والرجوع هنا بيكون للحقائق بيكون للحقائق الفار أقرر أنها خرجت نحترم رأي الفار ولكن أنا شخصيا من الصورة شوف اللقطة الأخيرة هذه شوف اللقطة كيف من الصورة اللي عندي دي الكرة هنا خرجت لم تخرج بكاملها لم تخرج من الصورة من الصورة دي وبالتالي أنا هناك رجوع للفار هناك رجوع للأجهزة هل يمكن أن الأجهزة تكون يعني إحنا هنكون أصدق من الأجهزة الله أعلم لكن أنا بالنسبة لي بالنسبة لي عندي شك كبير طبعا لو ما فيش خروج بالكرة يبقى فيه لمسة يد داخل منطقة الجزاء يبقى فيه ركل الجزاء أنت تشوفنا ضربة جزاء ركلة جزاء بحسب المعطيات اللي قدامك في حالة عدم أي وح في حالة عدم نعم سبوت خروج الكرة من الملعب نعم